بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على الاستمك الاستمك زي ما انتشايف كده بتبقى G shape يعني شكل حرف الج بتبقى on the left side طبعا على الناحية اليسرى beneath the defragm اسفل الحجاب الحاجس storage tank ده عبارة عن storage tank يعني ما اخزه اللي تخزين الطعام حوالي about one liter والحقيقة زي ما انتشايف كده هتلاقي المعدة محاطة بتو اسفنكتر اللي هو الجاستروسوفيجيال او الكاردياك اسفنكتر والبيولوريك اسفنكتر عشان الطعام يظل فيه المعدة ويحصل فيه هضم المضغزائية عملية التفريغ المعدة ده والأمتة بتبقى dependents on the kind of the food يعني طبيعة الغزاء المعدة بتعمل ايه بتعمل mechanical digestion هضم ميكانيكي حركي عملية churning of the food mix of the food with the juice and the form which is called the chime ودي تبدأ تكون لك حاجة بسموها الكايم او الكايموس اللي هو partially digested food الطعام النصف مهضوم اللي حصل له mix مع gastric juice الطعام هو في الفم اسمه chewed food طعام مضوغ لما وصل الفيرنكس باسمه البولوس يتحرك البولوس في السوفيغاس لحد ما توصل للستومك والستومك تبدأ تكون لك التشايم اللي هو gastric التشايم او الاسيليك التشايم لان البيئتش في المعدة تبقى من واحد الاثنين فالبيئتش بتبقى حمضية عشان كده بكاموس ده حمضي الكيميكال الهضم الكيميائي ليه البروتين بيحصل بس في المعدة طبعا ليه لان فيها انزيم مهم جدا والبيبسن يبقى الهضم كان بيحصل في الماث كان الكاربويدريتز المين البروتين فين طبعا بيبقى في الستومك ويبقى ده الكيميكال البيحصل المادة الغذائية اللي هي البروتين في الستومك التشايم الكايم ده عبارة عن partially broken down او partially digested food ده طعام شبه مهضوم او شبه مفتت يعني with the stomach juice او gastric juice يعني ده بوسطة العصارة المعدية الفولوم بيبقى بتاع العصارة المعدية من 1 ملي ل 1.5 لتر المعدة هتلاقفها سقوب صغيرة كده في البطانة الداخلية بتاعتها هي طبعة الميوكوزة كل بيتس من دول بتفتح بالجاستريك جيلاند اللي بتون بإفراز الجاستريك جوس يبقى this bit السقوب الموجودة دي عبارة عن فتحات لجاستريك جيلاندس للغدد المعدية طيب الوظيفة التانية تعمل absorb للالكوحول but food substances are not absorbed يعني only absorb الالكوحول in the stomach stomach تتفرغ about 2-6 من 2-6 ساعات قلتلك dependents upon the kind of food أو طبيعة natural الطبيعة الغذاء إذا كان في مدى بروتينية وهو هضم البروتين بيتم فيها فيبقى stay long time يبقى يظل الطعام long time ده البيتس اللي قلنا عليها السقوب السغيرة بتفتح به النيك أو اللي هي الجاستريك نيك اللي هي الغدد ده البيتس اهو ده العنق بتاع الغدد وبيفتح تفتح فيه الجاستريك جلاند اللي هي الأسفل ده طبعا ده طبعة الميوكوزة بعدها الساب ميوكوزة بعدها المسكولارس بعدها السيروس اللي يبقى ده الجاستريك بت وده الجاستريك جلاند الحاجة المهمة جدا طبعا في الجاستريك جلاند انها بتطلع انزيم البيبسين اللي بيفرز بيحول البيبسين الابولي بيبتايت لكن طبعا بتفرز بصورة غير ناشطة بسمبيه بيبسينوجين فلازم خلايا اللي هي البيبسينوجين أو الخلايا الحمضية اللي أنا سميها برضو ممكن العلاق اوكزينتك سيل الاوكزينتك سيل دي طلع لك البيبسينوجين الى بيبسين ونشطه ويقوم بدوره على طول طبعا الخلايا الاكتر طبعا هي الخلايا الرئيسية أو اللي بسموها زيموجين سيل زيموجين سيل اللي الخلايا الخمائرية والخلايا الرئيسية اللي بتطلع طبعا الانزيم الموجود اللي هو زي البيبسين زي البيبسين وزي ما قلتلك بيطلع في صورة غير نشطة اسمه بيبسينوجين بعد كده الاتجسال يحوله الى بيبسين يبقى لما تيجي تبص على المعدة كواجه عام قلنا ايه شكل حرف الجي متأسمة زي ما انت شايف كده الى اربع مناطق هي اول جزء خلاص بالبداية الفؤاد بتاع المنطقة الفؤاد البداية اسمه الكارديا كارديا فانتس بادي بايلوراس الكارديا تبقى الكارديا هي اللي بتستابل الطعام طبعا اللي فيها الكارديا كسفنكتر اللي قد تيلك عليه اسمه كارديو اسمه غاسترو استفاجية السفنكتر تقول تقول الكارديا السفنكتر هو نفس المان طيب بعد كده في الفاندس الموجود ده. وبعد كده فيه اللي هو الجزء الاساسي منها. والجزء النهائي طبعا اللي هو الجزء الكبير ده اللي تحت ده. الجزء ده كله ده اسمه الايه? المنطقة الكبيرة دي. بينتهي في الاخر خالص بايه? او الصمام اللي قتلك عليه دي. يبقى الجزء اللي هو مختنق الاختناق ده. المنطقة النهائية بتاعت الايه? الاستومك دي اللي هي البيلوروس. هتلاقي في الاستومك هتلاقي فيها ايه? هتلاقي فيها انثناءات زي ما انتشاف كده في الميكوزة. في طبعة الميكوزة بس. لا تأمل لا تشمل لا الاصاب ميكوزة ولا الماسكولارس ولا طبعة لكن هي في الميكوزة. والانثناءات دي لها اسم بيسموها الروجي اوف ميكوزة. يبقى الانثناءات دي. يبقى واتد ذا روجي دي عبارة عن longitudinal branching folds دي انسناءات متفرعة طوليا طول الستومك اللي البطانة الداخلية هي طبقة الميوكوزة امتى تشوفها لما تكون المعدة فاضية وتختفي امتى لما تمتلك الطعام تزيل حجمها وتتمدد فيختفي الانسناءات دي يبقى صغرها واختفاقها لأن هي موجودة بس فين في الميوكوزة والطبقة الداخلية فايدة الروج الموجودة دي help to mix تحول البولوس الى وفي الحالة دي هيبقى اسمه acidic chime يعني ايه ودي الرنكلز يعني الانسناءات اللي انت شايفها دي ده الاستومك وده الجزء التعليق اللي هو البيلورس الجزء ده النهاية المعدة بينتهي طبعا بالبيلوريك اسفنكتور هنا الكاردياك اسفنكتور هتلاقي من الخارج للداخل هتلاقي فيه الميوكوزة طبقة الميوكوزة الخارجية بعد الميوكوزة على طول هتلاقي فيه المسلز هتلاقي فيه اللونجترينل وبعدين السيركلغ الداخلية وداخلهم هتلاقي بعد كده فيه الطبقة اللي مش موجودة غير في الاستومك اللي هي اللير أوفرلاينج ذا ميوكوزة بعد كده هتلاقي الصب ميوكوزة وبعد كده هتلاقي الميوكوزة للداخل اللي هي بتتميز زي ما قلت بيه الروجي أو اللي هي الرنكلز الموجودة داخل المادة لالتشايم قلنا عبارة عن ميكتشار أوفود اللي هو البولس اللي انت بلعته ده مع الجاستريك جوس العسارة المادية أذيس كونتين طالما ان هي بتحتوي على كمية كبيرة من الـ HSL So the type of a chime is acidic chime A chime leaves the stomach and enter the small intestine وقلنا عملية الامتة of the stomach depends on the nature of the food or of the diet نتكلم بعد كده على الجاستريك جلاند أو الجاستريك جوس الجاستريك جلاند اللي ما تيجي تشوفها وقلنا عبارة عن جزئين الجاستريك بت والجاستريك جلاند السقوب نفسها اللي بتوصل للجاستريك جلاند طيب الجاستريك بتس دي اللي هي فيها ميوكس نيكسل زي خلايا العنق المخطية اللي هي بداية الغدة كده من فوق ده سكريت مهمة جدا نقول دورها الوقت الميوكس وطبقة البيكربنية عشان تبقى تعزل الواسط الداخلي البي اتشي هنا حوالي من واحد لاتنين تعزلوا عن الخلايا الطلاقية الموجودة في المعدة عشان ما يحصل لاش تأكل أو تحلل لأنه لو وصل اله سي اللي هنا هيحصل ألصر في البيبتيك ألصر قرحة المعدة طيب الغدة بقى نفسها عبارة عن خلايا الحمضية والجدارية وكمان بتفرس حاجة مهمة جدا اللي هو الانترينسيك فاكتوري بقى أنا عندي الوقت حاكتين هو بيفرزهم ال ايه ال اكسينتك سيل او البرائتال سيل أول حاجة خاصة هو بتحول ال ايه ال بي اتش افزا ستمك من واحد ونص الى ايه تقريبا اتنين ده بتعمل عشان ايه تبقى سيتفول لل ايه للانزايم الموجودة في الستومك اللي هو بيعمل ال اوبتومان بي اتش بتاعته عندي من واحد ونص ال اتنين تالي حاجة انها ممكن تعمل كيل للبكتيريا وتعمل تفتت ال ايه البروتيين عشان يبقى سهل بعد كده في عملية الدرجشة البرائتال سيلز تفرس ايه كبان تفرس الانترينسيك فاكتر والعامل الداخلي اللي هو بيعمل بيتامين بي 12 المهم جدا طبعا علشان نضج كرات الدم الحامرة وتحويلها من خلايا فانواه وتفقد نواه وتبقى خلايا توصل لحجمان طبيعة تتملق بالهيموغلوبين لازم يبقى فيه فيتامين بي 12 والفوليك أسد طالما الفيتامين بي 12 ده مهم جدا بنسبة لصحيتك فلازم يبقى فيه لو عدى من الـ الكلام ده يتكسر وبالتالي لازم يبقى فيه انترينسيك فاكتور بيعمل like shuttles allow it's to transport from the stomach and allow it's also to absorb it in the small intestine النقطة التانية هي تشيف اوزيموجينيك سيلز الخلايا الخميرية الخلايا الرئيسية secret البيبسينوجين زيموجين بيبسينوجين ده في صورة غير نشطة يبقى طراما فيه كلم بيبسينوجين يبتعرف انه صورة غير نشطة لازم له ايه عشان يحصل له activation لازم له البيئتش الوارة الحمضية لازم له الـ HCL يعني فالبيبسينوجين ده inactive form صورة غير نشطة الصورة غير نشطة المين هو مين اساسا هو البيبسين يبقى البيبسين البيبسينوجين يتحول الى بيبسين عن طريق مين عن طريق الـ HCL زي ما قلنا قبل كده طيب this activated يبقى له البيبسينوجين ده اتنشط بسطة ايه الاسدك بH والHCL الموجود في الستومك ويتحول يبقى بيبسين الحالة دي البيبسين يقوم بدوره يحول البروتين الى بولوبيبتايد او بيبتايد زغيرة اكتمل نمو تهضمها لا يبقى لازم لها final digestion او fine digestion ويحصل طبعا في small intestine بضيب بيبتايد يتحول الى طبعين واس النوع الثاني من الخلايا برضو تلاقيه اللي هو anterior endocrine cells موجودة ودي نوعها G cells وD cells G cells اللي هي موجودة secret numerous hormone G cells بتفرز gastrin hormone وتوهم جدا في عملية control gastric juice وD cells بتفرز somatostatin hormone ده جدول كده وضح لك باختصار الخلايا الموجودة ادى الميوكس نيكس خلايا العنق الموجودة في بداية الغدة دي بتفرز البيكربونيت والميوكس ودي طبعا البيكربونيت بيبقى physical barrier حاجز لتجويف البطانة المعدية عشان يمنع وصول البي اتش او اله السيل الموجود للابيثيليم او الميوكوزة البيكربونيت بتعمل buffering للجاستريك جوز حتى لو وصل جميع قليلة منه تعمل له عملية معادلة وتوصل البي اتش تقريبا حوالي سبعة على سطح الA الخلايا البراية تلسية زي ما قلنا بتفرز الA الجاستريك HCL وتفرز الوالد خلايا الرئيسية وده بتفرز طبعا البيبسينوجين في صورة غير نشطة بتفرز برضو وان كان ما بقومش بدور مهم جدا في عملية للفاتس لانه عايز وسط حميدي يعني البيس دايما عايز وسط متعادل لكن هنا بتبقى الوسط حميدي فما بقومش بدوره كان ليه دور في البيبي أثناء عملية اللاكتيشن الرضا بيبسينوجين بيعمل ديجيشن للبروتين دي سيلز بتفرز هرمون السوماتوستاتين وده بيعمل انهيبشن لغاستريك لأسيد سيكراشن بقال الإفراز الهسيل والجي سيلز بتفرز لغاستريين وده بيعمل استيميليشن للغاستريك أسيد سيكراشن أو غاستريك جوز نوع تاني من الانتيرو كرومافين لايك سيلز دي بتفرز مادة الهستامين اللي بتعمل استيميليشن للغاستريك أسيد زي زي الغاستري يبقى ده اللي انت شايف الرسمة ده ده عند الهستومك خدنا جوز من اللي كبرناها ده عبارة عن غاستريك بت وده في تقويف الماعدة يبقى فيه غاستريك بقى فيه الميوكس سيلز وبعد كده فيه ميوكس سيلز ده اللون ده الوالبريتل سيل واللي تشيف سيلز الخلايا الرئيسية كتيرة بعد كده دي سيلز بعد كده دور المخاط بقى والبايكربونات هده البيكربونات ههو ودور طبقة الميوكس الموجودة دي في المعدة انها بتعمل قولنا البريير ده فيزيكال بريير اللي هو الميوكس فيزيكال بريير يبنع الخلايا يبنع بقى الواسط هنا كام البييتش حوالي كام اتنين يعني فيه هنا اتش سيل يبنع وصول الانزيمز والاتش سيل للخلايا هنا علشان ما يحصلش قرحة للمعدة وبالتالي لو حصلت سريبات صغيرة هتلاقي فيه موجود كمان البيكربونات اللي بيعادل البييتش على صفحة الخلايا لحوالي سبعة طبعا الميوكس اللي بتفرزه الميوكس الموجود الألصر أو قرحات المعدة الطبعا اللي احنا قلنا عليها اللي هو الحاجز ده المخاطي بدأ يتأكل أو يتكسر نسيج الضام اللي تحتية كمان يتعرض للأكستريم البيئة الحد الشديدة اللي هو طبعا البيئة بتاعها حوالي اثنين ويتعرض لمحتوات المعدة وبالتالي الألصر ممكن تنشئ من كده ده ممكن كمان تسبب حولز في الستومك الموجودة بالشكل ده هذا الألصر ده اللي الطبيعي وده وجزء وصل له اله طبعا تبقى صعبة جدا على الإنسان سبب يعني التريتمينت بتاعها طبعا بالأنتي بايوتك والهيليكيور أو المركبات اللي زي دي طبعا بتحاول أن هي تتخلص من السبب نفسه لأن السبب اللي بيبتك ألصر ايه اكتشفوا أن فيه نوع من البكتيريا اسمه الهيليكوباكتر بايلوري اللي بسموها دي بتعمل بتعمل تلف لإفراز المخاط وإنتاج المخاط بوسط وبالتالي تعرض للطلاقية على طول الهيليكوباكتر اللي ما يسبب الألصر وإنتاج ويبدأ يحل الخلايا المخاطئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته